السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم عزيزي الكرام عزيزي الكريمات فيديو جديد على قناتكم تربويات ما هو السيد محمد البخال هذا الفيديو إن شاء الله سوف ندر معكم الفرض الصفي رقم 2 الدورة الأولى دائما في إطار فروض المراقبة المستمرة المرحلة الثانية مستوى الخامس ابتدائي مادة النشاط العلمي طبيعة الحال ستكونوا صادفتوا مجموعة الفروض اللي بقي ما تفرج في الفروض اللي درتهم أنا في القناة تدخل ديسكريبسيون سيقوم بجموعة الاليان بزاف الروابط تخليهم وتفرجوا الفرض بتمعونه إن شاء الله ستفهم واللي بغى الفرض pdf أنا سأخذ لكم نميرو الواتساب في أول كومنتر وسيكون كومنتر إبنجلي ودخله وتواصله معي اللي بغى pdf سنصفت له ونصفت له تصحيح هذا الفرض إن شاء الله لدي هنا أربعات الأنشطة كلها بلغة العربية مادش نشاط بلغة فرنسية هذه المرة نشاط الأول هو هذا السؤال الأول ضع علامة أمام مميزات التربة الصالحة للزراعة إذن هنضرو علامة فيه أمام مميزات التربة الصالحة للزراعة وهذا السؤال عليه نقطة ونصف صفحي نقطة ونصف من عشر من طبيعة الحال إذن هنا عندي نفادية ضعيفة كثرة المواد العضوية تهوية جيدة كثرة العناصر الطينية مسامية جيدة إذن بنسبة التربة الصالحة للزراعة هي التربة اللي إذا زرعنا فيها ستعطينا محصول زراعي مميز و وفير ايضا اولا بدأ نفادية ضعيفة نفادية ضعيفة يعني ما تنفد وحد نسبة قليل لدي الماء شكونا هي التربة اللي تنفد نسبة قليل لدي الماء هي التربة الطينية وهي تربة غير صالحة للزراعة وبالتالي تربة صالحة للزراعة لا يوجد ستكون نفادية ضعيفة كثرة المواد العضوية نعم نعم لأن المواد العضوية مهمة جدا بالنسبة للنباتات وكذلك للمحاصيل الزراعية وكان قصده بالمواد العضوية من طبيعة الحال كان قصده الذبال وهو نتيجة تفتت أوراق الأشجار وكذلك بقايا الحيوانات الميتة إذن هذا مميز من مميزات التربة الصالحة للزراعة دوزو الثالثان هنا عندي تهوية جيدة إذن هذه التربة صالحة للزراعة من طبيعة الحال ستكون كتمتاز بتهوية جيدة إذن سنضعه على ما هنا المميز الآخر كثرة العناصر الطينية كثرة العناصر الطينية ليس بمميز للتربة الصالحة للزراعة إنه العكس لأنه إذا كانت التربة غنية بهذه العناصر الطينية ما غادش تكون صالحة للزراعة ما غادش يحدث الإنبات ونحصله على محصول زراعي اللي هو مهم نمره المميز الآخر مسامية جيدة مسامية نقصد بها من ناحية التهوية يعني ذاك الفراغات اللي منها كيدخلوا ذاك الكائنات الحية اللي كتغني التربة وكتجعلها خصبة وبالتالي مسامية جيدة هي مميز من مميزات التربة الصالحة للزراعة إذن مميزات التربة الصالحة للزراعة هي كثرة المواد العضوية تهوية جيدة ومسامية جيدة نزو النشاط أو السؤال الاثنان تابهوا معي دائما ضع علامة أمام خانة صحيح أو خطأ إذن هنا عندي مجموعة من العبارات اربعة دائما العبارات إذا كانت العبارة صحيحة سنجد العلماء فصحيح إذا كانت العبارة خاطئة سنجد العلماء فخطأ نبدأ بالعبارة الأولى التربة الرملية هي التربة الأكثر نفادية للماء إذن هذه العبارة كتقول لي بأن التربة الرملية هي اللي كتنفد الماء بزف صحيح نعم إنه إلجعتوا الدرس دلك فأول نشاط فأتحقق كين المقارنة دية التربة التربة الرملية التربة الطينية والتربة المختلطة من حيث نفادية الماء كبينة لتر من الماء في كل تربة وتبيننا بأنه التربة الرملية هي التربة الأكثر نفادية للماء بحيث تنفد تقريبا أكثر من 95% من نسبة الماء ندوز العبارة الثانية توجد في التربة كائنة حية لها نفس القد إذن التربة واش فيها كيتواجد بالصح كائنات حية لها نفس القد يعني جميع الكائنات اللي كانت في التربة قد قد إذن هذه عبارة خاطئة إحنا عدنا في التربة كائنات حية صغيرة ترى بالعين مجردة وعدنا حيوانات دقيقة ترى بالعين مجردة ولكن بصعوبة وعدنا حيوانات دقيقة جدا وهي حيوانات أو كائنات حية لا ترى بالعين مجردة وخصنا ميكروسكوب ولا شي لومب باش نشوفوها إذن هذه العبارة خاطئة دجل العبارة الثالثة تفضل حيوانات التربة الظلام والرطوبة هذه عبارة صحيحة لماذا؟ لأنهم طبيعة الحال الحيوانات ديال التربة مهما هي تعيش في التربة إذن تحب الظلام لأنه في التربة مكانش ضوء مكانش إضاءة إذن بالنسبة للظلام صحيح وبالنسبة كذلك للرطوبة صحيح لأنها تحتاج إلى دفئ التربة من طبيعة الحال إذن تفضل حيوانات التربة الظلام والرطوبة عبارة صحيحة التربة الطينية هي تربة الأكثر الجودة للزراع التربة الطينية من خلال درسنا تبدون بتربتي أنها تربة تحافظ كثيرا على الماء IRM تقرب من ماء تقريبا كيبقى كله في التربة يعني كيدوز و حل نسبة قليلة جدا وهذا الشيء يسبب اختناقة لدك بدكن و بالتالي لا ت بسلي احد يüyorsunى محصول عند الزراع JOSH أئة التربة الطينية هي التربة أقل جودة للزراع تربة الأكثر الجودة للزراع ايه التربة المختلفة وبالتالي هذه العبارة خاطئة ندوزوا لسؤال الثلاثة وصنفوا مكونات التربة في الجدول التالي إذن عندي مجموعة من المكونات رمل طين بقايا نباتية حصى وبقايا حيوانية وعندي مكونات عضوية ومكونات معدنية يجب تمييز ما بين المكونات العضوية والمكونات المعدنية عندما نتكلم عن المكونات العضوية هي مكونات تتفتت وتصبح دبالا أما بالنسبة للمكونات المعدنية هي عبارة عن حجر حصى طين لا يساهم في إنتاج الدبال وتخصيب التربة إذن رمل ومكون معدني طين كذلك بقايا نباتية هي مكونات عضوية وبالنسبة الحصى مكون معدني حصى ثم بعد ذلك بقايا حيوانية هي مكونات عضوية إذن قلت لكم هذه مكونات العضوية بقايا نباتية وبقايا حيوانية تتفتت وتتفسخ وكتعطينا دبال أما بالنسبة للرمل وطين وحصائي مكونات معدينية لا تعطينا دبال ولا تساهم في تخصيب التربة دوزو السؤال أربعة أكمل الفراغات بما يناسب إذن هنا عندي وحد نص به فراغات فيها ربعا دي الفراغات وعندي ربعا دي الكلمات قد ينكملوا بها دقيقة جدا حيوانات دقيقة صغيرة وسط التربة لحياة الكائنات الحية أو لحياة كائنات حية متعددة تختلف من حيث شكلها وقده مزين إذن التربة ماذا؟ تربة وسط تربة هي وسط لحياة كائنات حية متعددة ومختلفة تختلف من حيث ماذا؟ من حيث الشكل ومن حيث القد منها حيوانات شي حاجة كديدان الأرض إذن ديد الأرض وش هي حيوانات صغيرة ترب العين مجردة وش هي حيوانات دقيقة كترب العين مجردة ولكم صعوبة وش هي حيوانات دقيقة جدا لا ترب العين مجردة إذن هي حيوانات صغيرة كديدان الأرض وعديدات الأرجل وحيوانات شهاجة كالقرادية والكلامبولية إذن القرادية والكلامبولية هي حيوانات دقيقة إذن وحيوانات دقيقة أي وحيوانات دقيقة كما توجد في التربة كائنات حية دقيقة جدا كالفطريات والبكتريات إذن البكتريات والفطريات هي لك تساهمنا في تفتت ذك الفرش الحراجي اللي كعطينا دبال ولكن هي ما كتبانش بالعين مجردة إذن هي كائنات حية دقيقة جدا دقيقة جدا وبهذا غادي نكون كملت لفيديو دياليوم اللي كان كيخص الفرد صفي رقم اثنان الدورة الأولى مادة النشاط العلمي المستوى الخامس ابتدائي كنتم معكم أنا الأستاذ محمد بخري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة